النهاردة فيه قبر هتلاقوا فيه وسائل اعلام خدته كل وسيلة اعلام حسب الزاوية بتاعتها انا بشوفه هنا في الحال اليوم حسب مصلحة بلدي حسب انها فكرة اقتصادية لها جدوى كبيرة وزير البترول بتاعنا قال انه شرق المتوسط ودول شرق المتوسط لابد ان تجتمع كي نحاول ان نصنع مصالح اقتصادية مشتركة سلم ايد صاحب الفكرة يعني اللي فكر في فكرة الاجتماع دي راجل محترم راجل بيفهم الراجل بيحب بلده بجد ولا يبالي باي فكر فحصل ايه حصل هذا الاجتماع النهاردة وسموه منتدى غاز شرق المتوسط وهيكون مقر القاهرة وتمت دعوة وزير الطاقة القبرسي اليوناني الاسرائيلي الايطالي الاردني الفلسطيني جميعهم اجتمعوا في القاهرة لمنقشة كيف نتعاون هناك امر واقع وهناك دول او قوة او ناس ما بنعترفش بيها وناس بنعترف بيها وناس متخنئين معاها وناس ما نناش فيهم لكن الحتة دي من بحر المتوسط بتقع بين الدولة دي ودي 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 ستلتقي المصالح لما يكون كل الناس موجودين كان موجود الجانب الفلسطيني كان حاضر النهاردة عشان ادور له على مصلحته في كل المعطيات اللي موجودة النهاردة صاحب الفكرة بتاعة هذا المنتدى راجل لابد ان توجه له التحية ده راجل بيشتغل صالح بلده بجد ده راجل لا يبالي بأي حد هتسمعوا كلام كتير ولا يفرق معنا هذا المنتدى اعتقد انه خطوة صحيحة جدا في طريق التعاون ما بيننا وما بين دول البحر المتوسط كلها مش بتكلم بس عن شرق البحر المتوسط هتشوف الكلام ده ليه فندم لانك عملت ترسيم الحدود لما فكرت سياسيا انك ترسم الحدود قدرت تستفيد تستفيد ازاي انك تقدر تبحث وتلاقي غاز تبيع الغاز او توصله لدول الجوارد تجيب عملة صعبة تعمل عاصمة ادارية جديدة تعمل طرق تعمل كباري هو كده هي فكرة مجرد فكرة لكن على تطبيقها على الارض شايفين انه هارده احتضنت القاهرة هذا المنتدى الهام جدا واللي اعتقد انه هيبدأ فيه خطوات فعلية على الارض هلونا نشوف التأرير عن هذا المنتدى ونرجع نعلق مع حضرتكم بمشاركة سبع دول عقد اليوم اجتماع منتدى غاز دول الشرق المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء الطاقة المصرية اليوناني والقبرصي والاسرائيلي والايطالي والاردني وممثلين عن السلطة الفلسطينية اجتماع كان هدفه الاساسي تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الاعضاء بشأن مواردها الطبيعية وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية خطوة جديدة نحو تعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط اعلن من خلالها الوزراء على التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادي بهدف الاستغلال الامثل لامكانات الغاز في المنطقة اهداف رئيسية اتفق عليها وزراء منتدى غاز شرق المتوسط كان من ضمنها العمل على انشاء سوق غاز اقليمية يخدم مصالح الاعضاء وتعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغ السياسات اقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبعي وايضا تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن ان تجنى من التعاون والحوار فيما بين الاعضاء استرى عبدالتواب الحياة